حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة والأخوات السؤال يخطر ببال الكثيرين لماذا نبينا عليه الصلاة والسلام ليس له صورة أو تمثال الملحدون يدعون أن هذا النبي استفاد من دعوته ماديا ومن حيث السلطة ومن حيث النساء ومن حيث الجاه وغير ذلك وأنه لم يكن نبيا صادقا في دعوته إلى الله تبارك وتعالى الحقيقة أيها الأحبة هذا الإدعاء يبطله الحديث الذي سنتأمله اليوم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى بشدة عن التصوير طبعا التصوير بمعنى النحت هنا أنا لدي مجموعة كبيرة من الأحاديث أيها الأحبة في الكتب الصحيحة تؤكد أن النبي حذر ولعنى ونهى عن قضية النحت والتصوير بشكل يعني شديد جدا يقول عليه الصلاة والسلام طبعا هنا أنا لدي مجموعة من الأحاديث مجموعة كبيرة جدا سأذكر بعض الأحاديث عن عبد الله بن مسعود كما في البخاري قال عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون الحديث الثاني للإمام مسلم رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام إن من أشد الأهل النار يوم القيامة عذابا المصورون ولدي هنا طبعا أحاديث كثيرة جدا حول هذا الموضوع تثبت أن هذا الموضوع متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد أن ينتقد هذه الأحاديث طيب لماذا نهى حبيبنا عليه الصلاة والسلام بشدة عن التصوير أي النحت سأقول لكم أيها الأحبة ماذا لو لم يقل النبي هذا الحديث ماذا لو ترك الأمر من دون تحريم ما الذي سيحدث نحن نعلم أن النحت موجود قبل النبي بألاف سنين لدينا منحوتات في عصور الفراعنة وقبل الفراعنة وقبل الفراعنة وقبل الفراعنة كل الحضارات كانت تنحت منحوتات أو تماثيل لعظمائها ومع الزمن يعبدونهم من دون الله ويعتقدون أنهم يضرون وينفعون طيب ماذا لو أن النبي لم ينهى عن هذا الأمر أول تمثال سيصنع سيكون للنبي صلى الله عليه وسلم وأول صورة سترسم ستكون من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم والرسم موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والنحت موجود مكة كانت يعني الكعبة المشرفة كانت تحوي أصناما ومنحوتات فالقضية كانت معروفة وشائعة جاء النبي فنهى عنها بشدة الآن أنا لدي هنا أيها الأحبة هذا الحديث له معجزتين المعجزة الأولى ترد على الملحدين أنه لو كان كاذبا في دعوته كما يدعون لماذا ينهى عن صنع تمثال له أنا لم أرى ديكتاتورا أو إنسان عظيم أحب السلطة والمال والنساء وغير ذلك كان من ضمن الغرور والعظمة أنه يحب أن يصنع له تمثال أن توضع صوره في كل مكان هذا هو الأمر الطبيعي طيب النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك بشدة إذن هذا الدليل على أنه نبي من عند الله لا يريد الشهر والمال ولا يريد أن تصنع له التماثيل هذا دليل قوي أيها الأحبة شيء الثاني وهو الأهم لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لا رأينا التماثيل ليس فقط للنبي بل للنبي ولآل بيت النبي وللصحابة الكرام رأينا التماثيل في البيوت في المساجد كما يحدث في الهند والصين هناك مقاطع فيديو موجودة على اليوتيوب لقرى أسلمت في الهند قرى أعلنت إسلامها كل بيت يخرجون منه عشرات التماثيل التي كانوا يضعونها للتبرك والعبادة ويعتقدون أنها تضر وتنفع تصوروا لو أن مساجدنا اليوم مليئة بالتماثيل ما الذي سيحدث سينتقل تركيز المؤمن من عبادة الله سبحانه وتعالى إلى عبادة البشر ومن تقديس الله إلى تقديس البشر إذن هذه أيضا معجزة تشهد على أنه رسول صادق في دعوته الشيء الثاني ما الذي يدعو النبي لإصدار هذا الأمر الشديد يشدد على تحريم التصوير ما الذي يعني يجعله يعني يأمر بذلك وينهى عن ذلك مع العلم أن الثقافة الناس وقتها كانت تقول بأن أي إنسان عظيم يجب أن يصنع له تمثال وحتى اليوم حتى يومنا هذا موجودة هذه الثقافة يعني الشيء المهم هنا أيها الأحبة والجميل في هذا الحديث اليوم مثلا لدينا 2 مليار مسلم على وجه الأرض كل مسلم في رأسه صورة للنبي تختلف عن الآخر لأن مقاييس الجمال تختلف أيها الأحبة فلو كان هناك صورة حقيقية اليوم للنبي صلى الله عليه وسلم ربما تعجب البعض ولا تعجب البعض الآخر لأن مقاييس الجمال تختلف سبحان الله سبحان الله اليوم إذا سألت أي مؤمن أي مسلم تجد أنه يضع صورة في ذهنه للنبي هي أبهى وأجمل صورة على الإطلاق سبحان الله لو وجدت إمثال للنبي ستختفي هذه الصور من أذهان المؤمنين وربما أحدهم يقول هذا النبي فيه عيوب فيه كذا فيه كذا وهذا الأمر أيها الأحبة سينعكس سلبيا على المؤمنين أنفسهم بينما عندما حرم النبي صنع التماثيل بخاصة أن يصنع تمثال له عليه الصلاة والسلام قطع الفتنة من جذورها وترك لك الخيال تحلق بخيالك لذلك أيها الأحبة يعني حتى صورة لم ترسم للنبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن رسم الصور ونحت التماثيل هذا الأمر محرم وبشدة ثم هناك شيء آخر أيها الأحبة الذي يعمل في مهنة النحت والرسم رسم الوجوه البشرية ينفق الكثير والكثير من عمره على عمل تافه لن ينفعه أمام الله الهدف من خلقنا أن نعبد الله عز وجل أن نستعد لرقاء الله لأن هذه الفترة فترة الدنيا فترة اختبار فأراد الله لنا أن تكون هذه الفترة العمر الذي نقضيه يعني خاصا خاصا بالعبادة وبالاستعداد للقاء الله وبالتالي أيها الأحبة ملخص هذا اللقاء أولا هذا الحديث يشهد على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرد الشهرة ولا المال ولا السلطة وإلا لسمح بصناة مثال له الشيء الثاني نهى عن هذا الأمر لكي لا تنتشر التماثيل في المساجد وينتقل الناس لعبادته لو لم يكن رسولا من عند الله لأمرهم بصنع التماثيل وقال لهم أعبدوني من دون الله الشيء الثالث ترك المجال مفتوحا لكل مؤمن يضع الصورة في ذهنه التي تناسب مقاييس الجمال لديه فتجد أن لدينا اثنين مليار مسلم كل مسلم في ذهنه صورة هي أجمل صورة لهذا النبي الكريم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه عليم حكيم مجيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر